نرمين بآخر فقراتنا الصباحية رح نحكي عن إدارة المخاطر والإجراءات الوقائية لتجنب الكوارث مع الأستاذة نتالي أطويل ماجستير إدارة جودة ونظم إدارة متكاملة تتخبرنا أكتر عن هالمصطلحات سادة صباحك وأهلا وسهلا فيك صباح الخير كيفكم جميعا سادة صباحك وأهلا وسهلا فيك صباح النور عم نحكي عن إدارة المخاطر خلنا نعرف أول شي هذا المصطلح وشو المخاطر شو نقصد فيها إدارة المخاطر هو نشاط إداري بتتوجه فيه أي منشأة كتخطيط استراتيجي مشان أن أول شي نرصد المخاطر اللي ممكن تصير عنها نتحكم فيها إلى حد ما نخفض من مستوياتها لمستويات مقبولة طبعا إدارة المخاطر بتهمنا عدة نقاط فيها أول شي إنه نحنا نحط خطة صحيحة ندعمها بموارد مادية موارد بشرية وهالموارد بشرية مدربة الموارد المادية اللي عم بيحكي فيها سواء أجهزة مثلا إنزار أجهزة إطفاء مخارج إضاءة كافية مشان تساعد لندعم هالخطة بحيث نقدر نحنا أول شي نحدد المخاطر اللي عنا نرصدها ونخفف من احتمالية حدوثها الصيانة الصحيحة للأجهزة تعرفي ممكن تكون في عنا أسلاك قديمة مثلا بعض التجهيزات اللي صار لها فترة ممعايرة أو ما صار لها صيانة فهذا الشي كله بيساعد أنه تزيد احتمالية حدوث هاللمخاطر نعم لكن خلينا نسقط يمكن إدارة المخاطر وأنواعها على يمكن حدثها صارت بأحد المنشآتها من فترة قريبة كحريق هون كيفية نوع أول شي المخاطر وكيفية كانت إدارتها بشكل صحيح حتى ما تصيرها الكارثة تمام أول شي الحريق اللي صار بأحد هاللمنشآت التجارية بالعاصمة كان للأسف حادث مروع عمل خسائر مادية وبشرية عالية بالغة الدرجة الخطورة يعني طبعا لسبب أنه نحن ما أخذنا هالإحتياطات الصحيحة يعني أول شي أنا لازم أرصد أنه خطر الحريق هو خطر عالي احتمالية الحدوث هاي أول شي ثانيا بالنسبة لهذا المبنى بالذات كان عنا عدة طوابق في الطوابق الأولى كان فيها مستحضرات كلها قابلة للاشتعال ثانيا ما كان المبنى مجهز بالتجهيزات الخاصة لهذا الأمور أولا عندك الإكزيت مثلا المخارج ما كان موجودة ما كان عنا أجهزة إنزار أجهزة إطفاء عندك كمان الإنارة الكافية هذا الشي خلا يتصاعد الحريق من أسفل المبنى لا أعلى مما أدى طبعا أنه أول شي انطفت الكهرباء عليهم فإذا كان موجودة هذا الموضوع ثانيا ما قدروا أنه ياخدوا الاحتياطات لأنه نحن دوما بقول لهم دايما نحن بأي منشأة طبعا صناعية أو تجارية أو حتى سكنية لازم يكون عندي الميديموم اللي هو عندك أجهزة الإطفاء ودازم دايما نكون في عنا شيء اسمه خطة إخلاق نحن دايما منطلبها أنه أي منشأة تساوي خطة إخلاق وهمية أنت بدك تدعميها بقاءة فريق للإخلاق ثاني شغلة اللي هي عبارة عن أجهزة الإنزار تعطي الصوت والفعلية ليجتمع الفريق وبتعرفي بهذه الحالات بالذات بيصير في عنا ارتباك عالي وحالة توتر فما بيقدروا بسرعة يتجمعوا بينما لما بيكون عندي قائد فريق ومساعدين لإله بيتجمعوا وبيعطوا الاتجاهات الصحيحة بيقدروا حتى يعملوا عملية إخلاق للمبنى من تجهيزاته إذا أنا قدرت حاوت أو قدر أنا أرصد الحريق وين تمام وأبدأ بعملية الإطفاء لإله فأنا بالمقابل بقدر أنه أعمل عملية إخلاق حتى للتجهيزات تعرفي خاصة هلأ التجهيزات والآلات صارت مرتفعة للإسعار فأنا بقدر أخلي من الأشخاص الموارد البشرية أولا بعدين انتقل للموارد المادية أي تجهيزات وأي آلات بقدر أخليها فهذا الحريق اللي صار للأسف لأنه نحنا ما قدرنا نسيطر على الحريق أولا وتانيا ما عنا التجهيزات وبالإضافة للكادر البشري لما كان لا مدرب وللأسف صارت هلحالة التوتر النفسية فكل واحد اتجه لمكان فبالتالي ما قدروا أنه يسيطروا مع بعض كفري ولا يقدروا يتواصلوا مع الخارج خاصة أنه كان للأسف بالليل بساعات الصباح الأولى يعني كمصطلح إدارة مخاطر كتير منشوفه لما بريادة الأعمال لما نحنا بدنا نأسس مشروع جديد ولكن تطبيقه عنا بالبلد للأسف قليل أو حتى ما كتير متداول خاصة بالمنشآت دائما نمشي زينا مع المبدأ السبحانية أو الأمام بأله هاي المستلحات البسيطة اليوم دور مين برأيك لا تتفعل موضوع الحماية والتأمين وإدارة المخاطر أكثر هي بحاجة أنظمة ولا توعية ولا ثقافة المجتمع كل نظام إداري وكل نظام سيستم ناجح بأي منشآة لازم يكون فيه إدارة المخاطر ما تأخذي بس إدارة المخاطر بالنسبة لموضوع الحريق أو الزلازل حتى عنا المخاطر الاقتصادية المخاطر التنافسية كل هالمخاطر بيكون دائما دور الأساسي للإدارة تبني هالأمور وتبني هذا الأمور بالتضافر مع جميع الأقسام يعني هلأ نحن إذا رجعنا لموضوع الحريق اللي صاره اللي هو أكثر المخاطر تماما المخاطر اللي بتصيب أي منشآة برجع بإليك حتى المنشآت السكنية ممكن تسيب هذا الأمور قبل سنتين صار لعيلة تتذكروا راح تفيع العيلة كلها من وراء موضوع التدفئة أو هالأمور لأنه ما عنا توعية صحيحة حتى توعية منزلية بالنسبة لإدارة المخاطر أنا دائما بعطيها التبني للإدارة العليا بكل قسم لازم يكون فيه تضافر جهود يعني عندك قسم الصيانة بدي يكون فيه عنا مسؤولين للمخاطر تماما جاهزية تمام للمواقع العمل عندك بالنسبة للإدارة العليا للموارد البشرية أنا إذا عملت إدارة مخاطر وعملت خطة صحيحة ومحكمة بكل مفرداتها لازم أنا أكون عاملة شيء اسمه كادر بشري كفو ومدرب يعني أنا كل فترة بأي منشأة صناعية أو بأحلة بقوله نحن دوما لازم نتواصل مع الدفاع المدني مع الفيرست ايد الإسعافات الأولية لأن نحن نقدر نساوي هالشيء ونخفف فمنعمل شيء اسمه إخلاق وهمي نفتعل شيء وهمي ومنشوف حتى منشوف الفترة الزمنية أنه نحن فترة الإخلاق تبع المنشأة صفارات الإنزار صارت عملية الإخلاق هالشيء كله بدي يكون بكل مفرداته متضافرين مع بعضها بحيث أنه أنا كل قسم يتوجه حتى عندك الإكزيت تلاقي دايما فيه أسهم أسهم مضاءة وأسهم عادية لا تتوجه بالإضافة أنه حتى بلوحة الإعلانات بتلاقي بكل المنشآت تحطين المخطط تحطين وين أنا في عندي أجهزة إطفاء دوماً هالأجهزة معايرة ومصانة بشكل صحيح ومدرب الأشخاص عليها للاستخدام بالإضافة إلى الإكزيت اللي هي المخارج للخروج بحالة الطوارئ نعم طب ما المفروض يكون فيه لجان الإشراف على أي منشآة وخاصة مثل ما أن المعامل والمنشآت الخطر تبع أكبر يمكن لأنه فيه آلات فيه دائماً عمليات صيانة ما المفروض يكون فيه لجان تشرف على أن يكون فيه محققين شرط إدارة المخاطر بحال حصل أي خلل اللجنة مهمة لجنة دائماً تابعة لقائد فريق هالإدارة المخاطر أو خطة الإخلاق من قدر نقول ضروري هاللجنة تكون مدربة ودوماً هالتدريب يكون دوري يعني بحيث أنه أنا سنوياً لازم أعمل ثلاث أربع دورات دورات ميدانية ودورات نظرية بحيث أنه نحن بنعمل مثلاً إسعافات أولية لحالة صار خطر مثلاً أدى لإصابة لأحد العاملين بالمنشآة خطر الحريق مثل ما قلتلك فنحن دوماً لازم يكون عندي لجنة وهاللجنة لازم تكون مدربة بحيث أنه أي شيء بيصير كلما كان ردة الفعل سريعة بالنسبة لحالة الخطر اللي صارت فأنا باخد إنه احتمالية أو تخفيض مستويات الخطر لأنه أنا ما بقدر زيله يعني عندك المخاطر لما نحن نحط الخطة منحدد المخاطر نعمل عملية الرصد منشوف احتمالية حدوثة ومنقيمة يعني لما منعمل عملية إخلاق بفترة زمنية معينة منقيم هالفترة الزمنية أول شيء نفرض أخذت ربع ساعة لا نحن الهدف أو تارجت تاني مرة تأخذ مثلاً 14 دقيقة أو 12 دقيقة لأنه أنت بالدقايق بتفرق معك لأنه بتعرفي حريق أو أي شيء بيأخذ بشكل سريع الاشتعال فبالتالي أنا بخفف هذا بحط تارجت أنه أنا تجمع الفريق مثلاً الإكزيت كيف بدون يتوجهوا للمخارج الطوارئ كيف نحن بنقدر نخلي المبنى من كل شيء آلات وتجهيزات أول شيء إخلاء للأرواح طبعاً طبعاً بقيادة قائد الفريق وبعدين أنا بوجه لخطوط الإنتاج ببلش أنا أخلي هالأمور قد ما بقدر طبعاً بوجود مسؤول الصيانة لأنه هو بيكون عرفان كيف بدون يوجه هذا الموضوع بالتالي منخفف من عملية أو احتمالية الحدوث كثير لمستويات مقبولة ركزنا خلال الحديث على مخاطر الحريق يمكن لأنه أكثر شيء بتمس الحياة أغلى يعني أغلى شيء من ملكه ولكن ذكرتي من شوي في مخاطر تنافسية مخاطر اقتصادية خلينا كمان نعطي بعض النصائح بما يخص هذا الموضوع كيف نحن ممكن نتفادى هاي المخاطر؟ عندك الإدارة التسويقية والمبيعات دوماً بتعمل متل جولات ميدانية لدراسة السوق لأنا أعرف شيء اسمه ميزة تنافسية بعرف وين موقع للمنشأة تماماً خاصة بضوء نحن عنا السوق عنا صار عنا أكتر من منتج كله عم بتنافس بالجودة تبعه بالسعر المناسب من خلال طريقة العرض التسويق الصحيح فبالتالي نحن دوماً لما بيكون عندي لجان صحيحة التسويقية والمبيعات باخد شيء اسمه استبيانات للزبون باخد شكاوي للزبون بتدرسها بعملها تحليل صحيح بقيمة بحيث أنه أنا دوماً بحط تارجيت ببداية السنة أنه أنا كانت عندي المبيعات لنفرض 40-50% عندي أرباح لا أنا بدي أضيف لنفرض 5%-10% بدراسة معينة فدوماً هذا الشيء بيكون من تحليل صحيح للبيانات الموجودة المعطيات استبيانات الزبائن بشكلية دوماً الاستبيان بيأخذ الشيء الإيجابي البوزيتف والشيء السلبي اللي هو أي شكوى زبون ما بأخذها وبحطها على حيد لا بدرسها وبشوف اللزبون دوماً وبعمل عملية فولو أب متابعة لأنه عملية المتابعة للزبون بتعطي جسر ثقة صحيح بين اللزبون وبين المنشأة ليرجع هذا اللزبون مرة تانية يأخذ هذا المنتج مشان هيك نحن دوماً المخاطر بناخد عدة أمور مخاطر مثل ما قلتلك اللي هي الحرائق وهالأمور ومخاطر تانية اللي هي التنافسية بجوهة دوء اقتصادية يعني منرجع بتصب كلها هاي المصلحات بالجودة لا يكون فعلاً كل شيء ذو جودة مثل ما بتقولي لازم يكون محقق للشروط نحن نشكرك على كل المعلومات ونتمنى لكل يكون استفادنا المعلومات شكراً لإليك شكراً ويعطيكم العافية وبتمنى سلامة للجميع بالمخاطر ووجودة الخطة اللي دايماً توضع بأي منشأة صناعية أو منشأة سكنية أو أي منشأة تجارية إن شاء الله نهاركم سعيد شكراً